من الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبطال السنوية العامة وحوش المذاكرة عاملين إيه يا شباب شدوا حلكوا هانت وربنا يا رب يكلل مسعاكم ويختم تعبكم على خير ويوفق الجميع معنا اليوم الثاني من مراجعة العمالقة بتاعة ليلة الامتحان اليوم الثاني قواعد والجملة رقم واحد بيقولك My cousin has lived abroad ابن عمي عاش في الخارج نقطة childhood او his childhood او ممكن يقول birthday من ساعة عيد ميلاده ممكن يقول wedding حفلة زفافه كل دي مواعيد محددة تاخد سنس منذ طبعا مضارع تام معايا وسنس تدل على المضارع التام ومعايا هنا تاريخ محدد اللي هي الطفولة حدها يقول لي هي مش الطفولة دي فترة اقول له لا منذ طفولته يعني من ساعة مكان عيل صغير او طفل يبقى سنس رقم اثنين it has been two months since عدا شهرين فترة زمنية ادي اتس واضي فترة زمنية منذ يبقى انا عايز هنا وي ومضي بسيط او يجيب معاها كمان كلمة lost يبقى في الحالة ديت هتبقى visited since we visited our uncle من ساعة مزورنا عمي في القرية my sister here university degree in twenty eighteen طب مش الفين وطمانتاشر دي سانة ماضية اه يا مستر سانة ماضية وعدت دي احنا في الفين تلاتة وعشرين يعني بقى لها خمس سنين يبقى تتكلم ماضي بسيط يا فن يبقى الاجابة هنا تبقى رقم اربع بيقول لك my friend صديقي a health problem مشكلة صحية since he lived منذ عاش in that highly polluted area في المنطقة شديدة التلوث دي ادي سنس اهي وجاي وراها ماضي بسيط وسنس هنا معناها منذ يبقى انا بتكلم كده على ان ابن عمي لازم يكون عانى من المرض ده في المضارع التام يبقى الاجابة تبقى my friend صديقي دوت هياخد هاز والتصريف التالت من يملك يبقى هاز هاد الاجابة ايه I know of dinner when had arrived انا نقط العشا عندما عادل وصل بس نقف هنا كده ما نعرفش نحل لو قفنا عند الجزئية دي وسكتنا وما كملناش بقيت الجملة مش هنعرف نحل لان جايب ماضي بسيطة هو هاد وجايب ماضي مستمر was having وجايب ماضي تام هاد هاد وليلة كبيرة اوي ساعدتك وكلهم ينفع ييجوا مع وين ولذلك لو سمحت تيجي عنده جملة وين وتقف وتتأمل كده وتهدأ ثم قل له الاجابة الصحيح يبقى انا عندي بقول سو لذلك I warmly asked him to share the meal with me طلبت منه يقعد ياكل معايا تعال اتفضل اتعشى معايا او اتغدى معايا او قل لك لقمة معايا معناها ان الراجل دخل لاني ايه لاني مستمر في حدث الاكل وعمل ايكل فلازم اعزم عليه لو ايجا وانا خلصت الاكل مش هعزم عليه هعزم عليه ليه هو جال اي باكل يبقى لازم هنا يبقى الحدث مستمر حتبقى الاجابة C was having كنت بتعشى عندما وصل عادل لذلك انا عزمت عليه وبالتالي جملة وين لازم حييجي معاها مفاتيح اجابات ياريت تقراها كويس وتركز فيها علشان لو جدت نعرف نحايا ستة بيقول لك وقت نقطة 7pm yesterday او والله احنا ان كان على كلمة yesterday امس يبقى دي ماضي بسيط لا بس استنى مستر رايح فين ده كان معاها الساعة سبعة يبقى معايا كده yesterday امس ومعاها الساعة سبعة يبقى ده لازم يبقى ماضي مستمر لان دي ساعة محددة في الماضي ماضي يستر day كانت هتبقى ماضي بسيط لكن لما قال معاها الساعة سبعة يبقى لازم تبقى ماضي مستمر ومعايا علامة استفهام يعني ده سؤال يبقى الماضي المستمر بتكون من وضع aware زائد الفعل زائد ing وعملها سؤال تبقى you were doing غلط لان you were doing كده مش متشقلبة المفروض تبقى الإجابة where you doing ماذا كنت تفعل لان انا معايا سؤال يبقى هعكس الفعل المساعد مع الفاعل يبقى الإجابة سيط سابعة بقى يا وحشر يقولك فيها sorry for being late sir انا اسف ان اتأخرت يا سيدي please let me in لو سمحت اسمحلي بالدخول خليني ادخل اي نقط ان فيري بادي ترافيك انا كنت محشور في مرور سيء جدا كانت زحمة وكانت طريق واقف يبقى كده انت بتتكلم انت جيت اعتذر في المضارع وتقول له معلش الله يكرمك يا اخي دخلني لو سمحت يا مستر معناها ان دوة اثر لحاجة لسه حصلة يبقى لازم تبقى ايه تبقى مضارع تام طيب مضارع تام ووز وهات دول مش مضارع تام نيجي على have been and have gone have gone ما ينفعش اقول انا ذهبت في مرور غلط ده هنا فير بيتو بي انا كنت have been in معناها انا مريت بي او كنت موجود في زحمة مرور او زحم سيء يبقى الاجابة امرت ايه have been there are always economic crises دايما فيه ازمات اقتصادية نقط بانديميكس نقط الجوائح خلي بالك ان بانديميك جوائح اسم مين في الاختيارات اللي تحت بيجي بعد منه اسم ايوة انا سمعك بتقول ديورينج اثناء الجوائح وان عندما عمر ما بيجي وراها اسم واس دي بينما اللي هي بتساوي ويل وجست اس بيجي وراها ماضي مستمر وويل كمان ما بيجيش وراها اسم بيجي وراها فعلي زاد اي ان جي تسعة هاولونج اجو بس خلاص ما احنا عارفين ثلاثة ان فيه هاولونج اجو او ان انا اقول منذ متى او هاولونج من غير اجو يجي وراها مضارع تام طب طالما جاب اجو ويبقى لازم السؤال يبقى في الماضي البسيط يبقى هاولونج اجو ديور فاذر كام باك فروم لندن من منذ قد ايه والدك ايجا من لندن عشرة اي ويل ويت تل ماي فرند بس استنى تل يا مستر ده رابط من الرابط ما انا عارف قبل منه جاي ايه وحش جاي مستقبل يبقى هنا يا مضارع بسيط يا مضارع تام يا مضارع مستمر فين بقى الاجابة ما عنديش هنا غير الاجابة مضارع تام الاجابة لان هنا الرابط دل على المستقبل ولو جمع الرابط مستقبل يبقى الجملة التانية يا مضارع بسيط يا مضارع تام يا مضارع مستمر انا سانتظر حتى يأتي او حتى يصل صديقي قبل ان اطلب الطعام حداشر ايهاب انت ميد جنرال مانيجر انا ما قابلتش المدير العام نقطها لو كان وقف عنده النقط هناكت الاجابة بقيت انا ما قابلتش المدير العام لغاية دلوقتي انما مكمل بيقول لك انها المرة الاولى التي اقابله فيها يبقى هنا انا ما قابلتش قبل كده ما ينفعش اقول يت في الحالة دي معناها لان دي اول مرة يبقى انا ما قابلتش من قبل لا يبقى اللي جابة هنا تبقى بي فور يا وحش تعال بعد كده بيقول لك ويل نقط ولاحظ ان ويل هنا مجاش بعد منها فاعل طب ودي تفرق يا مستر طبعا تفرق إلا تفرق ويل هنا مفيش بعد منها فاعل معناها انه هيجي بعد منها فعل زائد ING لو مبني للمعلوم او بينج زائد التصريف التالت لو مبني للمجهول اثناء او بينما نقط فور ذا سكول باس لأوتوبيس المدرسة قابلتوا واحد من صحابي بتوع زمان ينفع بقى اقول بينما انا انتظر لا انت مش بتنتظر هنا الفاعل بتاعك اي بانت اللي كنت مستني يبقى المفروض تبقى WAITING الإجابة نمردي ووز WAITING دي ماضي مستمر يا حبيب قلبي لما يجي قبل منها فاعل مفيش هنا فاعل بعد ويل مفيش داخل بالنقط على طول 13 يونينين بيك فود انت مش ضروري تعمل الاكل اي نقط اجود ميل اريدي انا اصلا طبخت واجبة بالفعل كلمة اريدي دي من الكلمات الدل على يا باشا ده دل على المضارع حلو لغاية هنا والله كلام جميل وزي الاشطة عمي سواء تاكسي عشر سنين لو كنا وقفنا هنا عنده نقط كتا تبقى الإجابة has worked طب ما ماشي يا مستر طب ما موجودة تحت كمل يا ابن الحلال بيقول لك ناو الآن he is a worker in big clothes factory شغال عامل في مصنع ملابس اه ده ده تفرق كده يا مستر معناها انه كان سواء تاكسي ودلوقتي يبقى عامل في مصنع ملابس يعني علاقته بسواءة التاكسي انتهت يبقى الإجابة هنا تبقى ماضي بسيط شفت قلت لك اهدى كده وركز وانت بتجاوب علشان تعرف توصل للإجابة الصح لو مسكنا كل جملة من دول كده في الامتحان ودناها تفكير دقيقة واحدة تفكير لكل جملة دقيقة لكل جملة هتبقى باشا يبقى الإجابة عند حضرتك هنا هزواركد هتبقى غلط وتبقى واركد الإجابة الماضي بسيط بينما سامير كان يعمل واجبه بينما وانت سامير الفاعل وجاي ماضي مستمر بينما سامير كان بيعمل واجبه الى الموسيقى طب ما هو كده كان مستمر في عمل الواجب واخته كانت بتسمع مزيكة عالية جوه يبقى ده ماضي مستمر كان شغال في حال وسامير بيعمل الواجب واخته شغال هي كمان في حالها بتسمع موسيقى عالية في ناس بقى وإحنا بنحل الجملة دي أثناء الدراسة إحنا دلوقتي في مراجعة لليت الامتحان وإحنا بندرس أو أي أثناء فترة الدراسة لسه كنا في خلال العام بيقول لك عشان كده ما كانش قادر يركز ما هو مستر ما عرفش يركز يبقى كده سماع الموسيقى قطع الحدث تبقى ماضي بسيط لا يا باشا هو الرجل ما قالك انه بطل مذاكرة قالك ما الرجل كان مستمر في حدث المذاكرة ما مقطعش هو مستمر في المذاكرة بس مش عارف يركز واخته كانت بتسمع المزيكة وده كان سبب في عدم تركيزه مش كان سبب في انه قام وسب المذاكرة يبقى ده مستمر وده مستمر بالذات لما يبقى فاعل غير الفاعل واحد عمال بيذاكر أو بيعمل الواجب والتانية بتعمل والتانية بتسمع مزيكة يبقى دول حدثان مستمران لم يتقاطع أو مفيش حدث فيهم قطع الآخر يا وحش الشاشة يبقى الإجابة عندك كانت بتستمع إلى الموسيقى وقعت لنا اللي بيقول لك فيها صديقي وصل مطار القاهرة منذ لحظة ماهو كلمة منذ دي ماضي بسيط ولحظة يعني الكلام ده لسه حاصل هو الرجل جايبها ماضي بسيط احنا كده مش مختلفين معه لغاية النقطة هنا مفيش اختلاف صديقي وصل مطار القاهرة منذ لحظة طب اللي منذ لحظة ده مش معناها انه لسه واصل اه يا مستر لسه واصل لسه واصل يعني حدث لسه واقع وله اثر لسه جاي دلوقتي يبقى انا بتكلم كده مضارع تام وهو بالفعل لسه واصل فانا هعوض اموم منذ لحظة دي بمضارع تام معه كلمة جاست يبقى الاجابة نمر ايه لسه واصل حالا نمبر سيفنتين بيقول لك انا تعودت ان لعب كورة لما وكنت صغير طب ودلوقتي يا معلم ما بلعبش ما هو زائد المصدر زائد المصدر اعتدقا العادة دي معناها انها كانت موجودة في الماضي ولم تعد موجودة في الحاضر بط ناو ناو طبعا دي تدل على الوقت الحاضر اللي احنا فيه والله انت تبص للفعل لو جايب ورا يبقى هتقول ايوة مستر بس هنا ده مش بي ده بلاي يلعب اتفضل يبقى تقول لن يبقى على حسب الفعل اللي جاي ورا يوس دي تو جاي ورا يوس دي تو فعل في المصدر بعيد عن يبقى تقول لن لو جايب تقول لن ما هو الراجل يتعود انه كان بيلعب كرة زمان دلوقتي لا يفعل ذلك يبقى الاجابة هتبقى نمر بي اي دون اي المضارع التام طيب والحكومة تاخد هتبقى هتبقى الاجابة نمر اي الحكومة حدثت او جددت الكثير من القرى في الفترة الاخيرة 19 رامي يا الله عليك يا رامي ده رامي سعيد في المضارع يا جدعان هي نقطة في كتابة الشعر طب طالما الراجل سعيد في المضارع مش انه هو سعيد في المضارع دو اثر يبقى هنا مضارع تام 20 بيقولك حدثة فضيعة او سيئة موقت بليس حدثت على طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي انت عارف ان كلمة يحدث يعني تيك بليس تيك بليس بتسوي هابن بتسوي او كار تيك بليس يحدث طيب مش دي حدثة وعلى الطريق الصحراوي يبقى اكيد لها اثر وديت حاجة طبعا مفجعة وهيبقى في ناس متعورة وفي وفيات وضحايا يبقى الكلام برضو حيبقى مضارع تام هاز تيك بليس لسه حصلة على الطريق الصحراوي ليه ما خدماش هاد تيك بليس لان انا قلتلك قبل كده كتير خالص ان الماضي التام مش حييجي الا لما يكون فيه تسلسل زمني مع الماضي البسيط طب وليه ما خدتش هاز بين تيك بليس ما هو ما ينفعش الفعل يحدث يبنى للمجهول ما ينفعش اقول ان الحدثة حدثت غلط الحدثة وقعت او حصلت 21 بيقولك شي نقط دينار وين وي ريترند هوم هي نقط العشا عندما عدنا الى المنزل حلوة اوي الكلام ده ادي عند حضرتك وين عندما جميل ايه اللي جاي بعد وين عندما ريترند هوم ماضي خلاص بقى ايه اللي ينفع ييجي هنا ينفع ييجي هنا ماضي تام ينفع ييجي هنا ماضي بسيط ينفع ييجي هنا ماضي مستمر دور على الاجابة المناسبة doesn't make ده مضارع wasn't made ده ماضي بسيط مبني للمجهول هي هتصمع لا ما ينفعش اقول هي تصمع isn't making مضارع مستمر الاجابة المرد دي wasn't making ما كانتش بتعمل يبقى انت لو سمحت وانت في الامتحان بتحل اي سؤال تشوز سؤال تشوز ليه طريقتين في الحل ما لهمش تالت الطريقة الاولانية يا اما انت توصل للاجابة الصحة مباشرة طريقة تانية اللي هي اسمها طريقة الاستبعاد ان انت exclude wrong answers ان انت تطلع الاجابات الغلط الاول عشان تعرف توصل للصحة الطريقتين قدامك فيه تلميذ ما شاء الله متفوق وعينه الله اكبر الله اكبر عينه زي عين الصقر وداخل في الجملة وعارف اجابته وعارف سكته تمام فيه جمل تانية مستعصية فيه جمل تانية حالة كئيبة فيه جمل تانية تقرف لا معلش تطلع حضرتك الاجابة اللي غلط ما تنفعش خالص طلع دي وطلع دي وطلع دي هتلاقي نفس حضرتك وصلت فين وصلت في الاجابة الصح طيب خلصنا 21 جملة وال21 جملة دول كلهم على الوحدة الاولى والله يا مستر اه الوحدة التانية كان فيها ايه بقى قواعد بيقولك بطريقة كويسة لمدة خمس سنين قبل ما ينهو البرنامج او يقفلوه او معادش البرنامج بيشتغل على التلفزيون حلوة قاوي الكلام ده ادي عندك كلمة قبل قبل وقبل وقبل يعني دماضي بسيط مبني للمجهول يبقى انا عايز هنا ايه باشا عايز هنا ماضي تام يا مستر اه مش ممكن تبقى ماضي تام بس ممكن تبقى ماضي تام مستمر يلا تفضل اختار بيقولك البرنامج ده قاعد يشتغل فترة طويلة والفعل وارك في الاختيارات عندك فعل من الافعال طويلة المدة اه يبقى الاجابة هتبقى ماضي تام مستمر فين هي الاجابة سي اللي هي هاد بين واركينج هي الاجابة الصحة تعال على رقم 23 ده ماتش المباراة وين اي ريتش ده ستيديم برضو وقعنا في المشكلة بتاعت وين وين يعني عندما وانت عارف يا مستر ان وين دي تقرفانة وتعبانة وليها يطلع عشر قواعد طيب انا حل ازاي قلتلك اهدأ وفكر واستنى كده تأنى على نفسك وقرأ بقيت الجملة I missed the exciting start فاتتني البداية المثيرة بداية المباراة فاتتني ها استنى بقى يبقى ساعة لما انا وصلت اللي استاد في الماضي يبقى المباراة كانت بالفعل بدأت لاننا فاتتني البداية بتاعة المباراة فاتتك البداية بتاعة المباراة معناها ان المباراة بدأت قبل من انت توصل اصلا يبقى انا هاخد هنا ماضي تام لان انت وصلت في الماضي البسيط والمباراة بدأت قبل من انت توصل يبقى الاجابة عند حضرتك نمرت بي هاد بجن 24 I didn't send the report until I نقط اه ده قاعدة until وجاي قبلها ماضي بسيط منفي صريح انا ما بعدتش التقرير حتى راجعته طب خلاص انت اللي جاي في النص قبلها ماضي بسيط منفي يبقى انا عايز ورا الاجابة تبقى ماضي تام تبقى هاد ريفايز انا ما بعدتش التقرير الا لما راجعته الاول 25 بيقولك ماي انكل عمي لصالح الشركة دي لمدة عشر سنين وانه عندما حصل على الترقية واحد ساعة لما حصل على الترقية في الماضي البسيط كان شغال قبلها عشر سنين في الشركة طب معنى كده ان بعد وان هنا ماضي بسيط والرجل علشان ياخد الترقية لازم يكون اشتغل في الشركة عشر سنين يبقى انا عايز قبلها ماضي تام مستمر لان فعل من الافعال طويلة المدة والرجل قعد عشر سنين شغال يبقى الاجابة نمر ايه هاد بن واركنج قعد شغال في الشركة عشر سنين نيجي على 26 وقعدة هافنج دي بيجي وراها التصريف التالت والله بس فيش كليم للتصريف التالت يا مستر معلش برضو انت ما تتحكش علينا اخد البس تبار تيسبل ولا اخد بن زائد البس تيسبل والله انت بتاخد البس تيسبل لما تبقى الجملة مبنية للمعلوم وتاخد بن زائد البس تيسبل لما تبقى الجملة مبنية للمجهول يبقى انا هنا هقول رقم تليفون صحبي انا اللي اتصلت به يبقى مين اللي لقى تليفون صحبي انا وانا اللي اتصلت به خلاص تبقى مش مبنية للمجهول تبقى مبنية للمعلوم يبقى الاجابة بي اللي هي بعد ما لقيت رقم صحبي اتصلت بي بأول ما سمعت بي نجاح صحبي اي نقاط هم في هنا تركة والتركة دي تكلمنا عليها كزا مرة وقلنا خلي اللي قال لكم يا جماعة ان القاعدة الاصلية لأس ان بيجي وراها مضي تام ايا مستر بس ما جابش مضي تام هنا ده جايب مضي بسيط ما تروح انت بقى تعق وتاخد الناحية الثانية مضي تام ما تغلط لان أس سمعت بيجي بعدها مضي تام او مضي بسيط انما الجملة التانية ثابتة ما بتتحرك هي مضي بسيط ما بتتغير ما تروح تقول لي اصلا لقيت بعد اس ونقاز مضي بسيط فهاخد هنا مضي تام وتبقى انت ارتكبت الغلطة الشنيعة كده انت عملت اس ونقاز خليت بتسوي بيفور لان بيفور بيجي بعدها مضي بسيط مضي تام ما فالحل يا مستر سيب الجملة التانية ماضي بسيط زي ما هي اوعى توقع في الغلطة وتغلط فيها يبقى لجابة هتبقى دي اللي هي بمجرد ما سمعت بنجاح صاحبي بركتله على طول 28 صديقي قصص قصص قصيرة لمدة ثلاث سنين قبل قبل ما ينشر قبل 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 ماضي بسيط يبقى انا كده صاحبي قعد ايه يكتب قصص طب استنى يا مستر خلاص كده انا عرفت ان انا هاخد هنا ماضي تام يبقى نمرت ايه غلط ونمرت دي غلط اخد نمرت بي ولا نمرت سي بزمتك مش فعل راية يكتب مش من الافعال طويلة المدة اه وبعدين الراجل قعد قد يكتب قصص قصيرة ده قعد ثلاث سنين يبقى هاخد ماضي تام مستمر هاد بن رايتنج 29 بعد ياسر شطرين من قصة امال عظيمة هي وانت توبد دخل نام اه يبقى انا عندي قعدة افطر يا مستر انا عايز هنا ماضي تام او ماضي تام مستمر يبقى هاز بن رايتنج غلط وعندي هاد بن رايت ده ماضي تام مبني للمجهول غلط لان ماينفعش ياسر يتقري ياسر بيقرأ يفضل بي وسي اخد مين يا مستر يلا ركز انت كده وقولي كده فكر فيها ثانية كده طب هبسطها لك توت شابترز اللي هما شطرين دول كده ذكر عدد المفعول ماينفعش اقول قعد يقرأ شطرين ليه لان لما قولك شربت فينجرين قهوة وقاريت عشر صفحات طبعت خمسين ورقة يبقى انا كده ذكرت عدد المفعول وذكر عدد المفعول ما يدينيش المستمر ذكر عدد المفعول يديني الماضي التام فقط طيب الاجابة C اللي هي هادرد ثيرتي بيقولك نقطة ready for the party before the guests arrived انت جهزت للحفلة قبل ما الضيوف توصل حاضر اولا انت عندك هنا علامة استفهام معنا كده ان ده سؤال تمام عندك before في النص قبله وجاي guests arrived ماضي بسيط يبقى انا عايز هنا ايه ماضي تام طيب الماضي التام هنا فين هو هتقول have you got غلط will you get ده مستقبل are you getting ده مضارع مستمر فاضل لك يا باشا في الاختيارات الاجابة نمرت ايه had you got هل جهزت نفسك لان جيت ريدي لحسن في ناس فاكرة يقولك ايه يا مستر مش انت قلت مفيش حاجة اسمها had got ما دي مش had got بتاعت ياملك ده جيت ديت يا فندم علشان خاطر جيت ريدي يجهز حيز اقول له هو انت جهزت او هل انت تجهزت للحفلة قبل ما الضيوف توصل فهنا جيت مش جاي علشان have got has got لا ده دي التصريف التالت من جيت اللي جاي مع كلمة ready اللي هي اسمها جيت ريدي 31 before the manager arrived قبل ما المدير يوصل ادي arrived ماضي بسيط the lazy employee الموظف الكاسلان any work for hours اي شغلانة لمدة ساعات يبقى الموظف الكاسلان دوت لم يقوم باي عمل وهنا ماضي بسيط بعد before arrival يبقى انا عايز هنا ماضي تام بس الماضي التام مش هيبقى مسبت لا ده هيبقى منفي طب كويس انا بقى عايز اقول ما كانش بيشتغل لمدة ساعات مش لمدة ساعات وفعل work دوت او دو يقوم بعمل فعلي من الافعال طويلة المدة اه يبقى اخد ماضي تام مستمر منفي يبقى الاجاب عندك نمرد بي hadn't been doing ما كانش شغال ما عملش اي شغلانة لمدة ساعات كان قاعد البيه نايم على نفسه لغاية لما المدير جاء 32 يا باشا بيقولك فيها I saw my friend علي last week انا شفت صاحبي علي الاسبوع اللي فات I know him since twenty ninety انا نقط هو من 2019 حلوة اوي معلش سوري انا عارف يا مستر ان سنسي من الكلمات الدل على المضارع التام اه بس انت عندك هنا تسلسل زمني مع الماضي البسيط انا رأيت صديقي علي الاسبوع اللي فات يعني انت شفته اصلا اه شفته قبل منها بقى قبل من ما تشوفه الاسبوع اللي فات انت ما كنت شفته من 2019 يبقى انا هنا هاخد ماضي تام واقول هاد انت سين لم اره منذ 2019 بس لسه شايفه الاسبوع اللي فات 33 بيقولك انا نقط هذا المدير لمدة سنوات قبل ان اعمل معه في هذه الشركة حلوة اوي بيفور قبل جاي بعدها واركد ماضي بسيط يبقى انا عايز هنا ماضي تام حلوة اوي يبقى هاف بن نوينج مع السلامة ووز نوينج مع السلامة فضل بقى هاد نون ماضي تام ولا هاد بن نوينج ماضي تام مستمر مش فعل نو من افعال الحواس والادراك والافعال التقريرية ماينفعش يتحط في المستمر اساسا ماينفعش اقول انا اعاد تعرفه يا مستر ماهو بيقولك لمدة سنوات ماانعارف لمدة سنوات بس فعل نو من افعال الحواس مايجيش في الازمنة المستمرة من اساسه يبقى الاجابة هتبقى نمرد بي هاد نون أنا كنت أعرفه لمدة سنوات قبل ما أشتغل معه في الشركة 34 بيقولك قعدوا يلعبوا كورة لمدة ساعة قبل ما تبدأ تمطر قدي عندك بفور في النص وقادي الماضي التام المستمر أهو يبقى أنا عايز هنا ماضي بسيط فين الماضي البسيط يا مولانا الإجابة نمردي ستارتد قبل ما تبدأ تمطر 35 بيقولك بعد ما نقطت لموسيقى هادئة لمدة ساعتين شعرت بالراحة شعرت بالراحة ماضي بسيط والراجل قاعد يسمع مزيك ساعتين يبقى أنا عايز هنا يا ماضي تم يا ماضي تم مستمر ده ماضي مستمر غلط وليسنينج غلط فضي اللي بقى هاد بين لسنينج ولا هاد لسنينج فعلي يسمع من الأفعال طويلة المدة يا مستر مش انت بتقول ده فعلي من أفعال الحواس لا فعلي الحواس هير يسمع اللي هو خاص بحسة السمع إنما لسن دي معناها يستمع وفعلي يستمع لما تقعد كده تسمع مزيكة وتقعد لساعتين تسمع معناها إنها كانت ماضي تم مستمر الإجابة نمرت بي هاد بين لسنينج 36 بيقول لك فيها what not at all evening by the time tamer returned home حلوة يا والله يعني مش عارفة أقول لك اين by the time يعني قبلة أو قبيلة أختي before بالميلي لحسن في ناس يعني معلش ما هو برضو غالبية الجمل والأسئلة بتيجي جده في الكتب الرجل مركز على before وبايزة طايم متنشها تلاقيه مركز على while و as just as متنشها فالتلميذ بينسى من كتر الحل ما هو مركز على حاجة معينة فالتلميذ بينسى بايزة طايم اللي قدام حضرتك بيا فاندم بتسوي before قبلة طب جايب بعدها هي مستر جايب بعدها return home ماضي بسيط يبقى أنا عايز هنا ماضي تام أو ماضي تام مستمر يبقى are you doing غلط you had been doing لان ليه بقى غلط you had been doing لانه مفروض علشان فيه هنا علامة استفهام سؤال يعكس بدل you had تبقى had you خلاص كده يبقى كده غلط علشان مش معكوسة نيجي بقى هنا أخد had you done ولا had you been doing أنا أسألك كلمة all اللي قدام حضرتك ديت آه تصدق يا مستر داناناسي all يعني طوال ديتاخد ماضي تام مستمر طب لو all بمعنى كل أو جميع ديتاخد ماضي تام بس هنا بقى all اللي قدامك دي بيقولك all evening يعني طول المساء يبقى هاخد له had you been doing ماضي تم مستمر 37 she refused to lend me her camera رفضت انها تسلفني الكاميرا بتاعتها until I know got to take care of it والله ما رضيتش تسلفني الكاميرا الا لما خلتني أوعدها ان انا هخلي بالي منها طب ما هو refused to lend دي ماضي بسيط رفضت تسلفني بس بدل ما هو ماضي بسيط من فيه جايبه مسبت مش هتفرق كتير هي رفضت انها تسلفني الكاميرا الا لما وعدتها ان انا هاخد بالي منها طبيب انت كده عايز هنا ماضي تم يا مستر طب ما دي هاف دي وهاف دي غلط لان دول مش ماضي تم had promised be or had been promising فعل يوعد زي الفعل اللي فوق اللي احنا لسه قايلينه من شوية اللي هو الفعل بتاع مين لسه قايلينه دلوقت يا جدعان اللي هو الفعل بتاع نو يعني يعرف لسه ايهو ففي الجملة ثلاثة وثلاثين قلنا فعل نو من افعال الادراك والحواس والافعال التقريرية ما ينحطش في المستمر يبقى ما ينفعش كمان اخده بروميسنج غلط هتبقى الاجابة ايه had promised الا لما وعدتها الاول اني هخلي بالي من الكاميرا 38 بيقولك i not revising all my lessons by last night انا نقاط مراجعة كل الدروس بتاعتي by last night قبل او بحلول الليلة الماضية حد هنا هيقول لي مجاش ماضي اه بس جا تعبير يدل على الماضي اللي هو last night الليلة الماضية يبقى انا عايز هنا برضو ماضي تام عايز اقول له انا خلصت المراجعة هتبقى الاجابة نمرتسي ماضي تام had finished 39 بيقولك had you been waiting for hala for a long time before شي نقط هو انت كنت مستني هالة مدة طويلة قبل ما هي نقط had before وعايز اماضي بسيط وهنا بيقول له had you been waiting had الماضي تم جيه جايب وماضي تم مستمر كمان هو انت قعدت مستني هالة مدة طويلة قبل ما توصل في النهاية او قبل ما توصل يبقى انا عايز الماضي البسيط يبقى الاجابة نمرت ايه الرائمي 40 unfortunately لسوق الحظ he missed the train القطر فاته حلوة قوي يعني احنا كده عرفنا مقدما ان القطر فاته القطار فاته يعني مركبش القطر وين هي نقط the station لما هو وصل المحطة the train نقط بس طب يبقى تلما وصل المحطة وصلها في الماضي البسيط والقطر كان فاته عايز يبقى ماضي تام لانه هنا بيقولك ما لحقش القطر او القطر فاته يبقى انا عايز ماضي بسيط ماضي تام فين الماضي البسيط الماضي التام الاجابة نمرت سيه ريتشد عندما وصل المحطة القطر كان ماشي 41 بيقولك يعني كان مبسوط قوي منشكح على الاخر بيكوز هي نقط لانه نجح في الامتحان النهائي طب يا عام دي بيكوز لا امدا ما تزعلش نفسك ما هو جاي قبل بيكوز ووز ماضي بسيطه كان مبسوط لانه نجح في الامتحان ايه اللي هيخليه يتبسط نجحه في الامتحان طب هو اتبسط امتى في الماضي يبقى لازم يكون نجح في الماضي التام بس كده فين الماضي التام يا مستر نمرت ايه غلط ونمرت سيه غلط معايا نمرت دي ونمرت دي اخد انهين يا مستر انا اسألك هو فعل ينجح ده باس ينجح فعل طويل المدة ولا قصير المدة لا يا مستر فعل باس ده من الافعال قصيرة المدة هو هيقعد ينجح سنة مبروك فلان الفلاني نجح مش هيقعد ينجح ميت سنة هو فعل قصير المدة سمع خبر نجاحه خلاص يبقى ما ينفعش اقول هنا هاد بن باسنج لان فعل باس من الافعال قصيرة المدة يبقى الاجابة نمرت بيه هاد باس دو بس 42 بيقول لك شي ووز اجزوستد بيكوز شي نقط اول دي هنا كلمة اول دي بمعنى طوال النهار وقول طالما معناها طوال يبقى ياخد المستمر برافو عليك يا مستر طب دلوقتي شي ووز اجزوستد ماضي بسيط كانت منهكة وتعبانة لانها كانت شغلة طولة النهار وفعل وارك من الافعال طويلة المدة وكمان علشان كانت منهكة اثر شديد في الماضي وكلمة اول يعني طوال يبقى بالثلث هنا هاخد ماضي تم مستمر الاجابة هاد بن واركينج يبقى كده معنا لغاية ايه 42 جملة تعال اما نشوف رقم 43 علشان نخش في جمل الوحدة التالتة والوحدة التالتة كانت بتتكلم عن ازمنة المستقبل وكانت بتتكلم عن روابط المستقبل تلاتة واربعين بيقول لك افطر نقط her daily housework she had some rest بعد ما نقط شغلها في البيت بتاع كل يوم she had some rest حصلت على بعض الراحة في ناس بقى يقول لك ايه الحق ده هنا هو had ماضي تام فين يعمل ماضي التام هو جاي بعد منه تصريف ثالث لا يبقى هاد دي ماضي بس had some rest خدت راحة وعندك افطر بعده وانت عارف ان بعده بيجي بعد منها يا مستر ماضي تام اه يا حبيبي بس لاحظ ان افطر هنا ما جاش بعد منها فاعل جب ورا منها النقط على طول ودي تفرق يا مستر طابعا ده افطر طالما ما جاش بعد منها فاعل يبقى هيجي بعد منها فاعل زاد الاجابة هنا تبقى after doing here daily housework بعد ما خلصت او عملت شغل البيت بتاعها اللي بتعمله كل يوم she had some rest خدث او حصلت على بعض الراحة تعال على بتاع unit 3 وبيقول لك اي نقط هي تل دي مش سايبانة في حالنا لا استهمنا هنا تل جاي بعد منها مضرع بسيط يا سلام ودي تفرق اه يخليك تياخد هنا مستقبل على طول لان الروابط الخاصة بالمستقبل ليها وضع تاني غير الروابط الخاصة بالماضي هنا الرابط اعرف منين انه يدل على المستقبل ما انت شفت جاي بعد منه هنا مش ماضي تام جاي بعد منه هنا مضرع بسيط يبقى الدملة التانية تبقى احد ازمنة المستقبل على طول انا مانيش ماشي من هنا الا لما اشوف اخويا رجع البيت عشان اتأكد انه بكويس ويبقى انت كده جايب عندك بعد تل وانتل هنا جايب مضرع بسيط يبقى انت عايز هنا مستقبل منفي زي ما كان بيجي قبل منها ماضي منفي لما كان بيجي هنا ماضي تام المرة دي هنا جايب مضرع بسيط يبقى هنا هاخد مستقبل منفي لاجابة نمرتسية والله ما نماشي من هنا الا لما اخويا يرجع عشان اتطمن عليه رقم 45 اتطلع 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 الزمن بتاع الحل علشان كده البرنس وانت قاعد في الامتحان كده تشوف الجمل بتاعتك تهدى عليها وتسيب الجملة كده تدخل دماغك وتركز فيها شوية وتفكر مش كل حاجة لازم تمشي على السريع ده امتحان يا جدعان وتقرير مصير وتحديد بقى مستقبل نركز كده واحنا بنحل ان شاء الله بعد يومين ان شاء الله بمجرد ما تضغط على هذا الزر وكلمة بوش هنا ده مضارع بسيط يعني يضغط فعل يبقى ده دور بقى الباب ماله الباب هيفتح يا مستر فين المستقبل انت عارف ان الباب عايز عشان يبقى قبل مش موجودة هذا مضارع تام ومضارع بسيط الاجابة المرد دي will open هيفتح 46 بيقول لك we will go for a trip as soon as our car نقط سوف نخرج في رحلة بمجرد مع عربيتنا ما لها عربيتنا يا معلم انت دلوقتي عندك as soon as رابط بس جاي قبل الرابط يا معلم will go مستقبل ايوه يبقى انا عايز هنا يا مضارع بسيط يا مضارع تام يا اما مضارع مستمر اختر يا وحش الشاشة هاذ ريبيرد مضارع تام ينفع والبي برق ريبيرد دي مستقبل هاذ بن ريبيرد اه استنى بقى برضو مضارع تام وهاذ ريبيرد ماضي تام اخد انهين يا مستر بيقول لك انا هخرج في رحلة بمجرد معربيتنا تصلح ولا تتصلح لا العربية تتصلح يا مستر يبقى مضارع تام مبني للمجهول يا وحش يبقى الاجابة هنا نمرة هاذ بن ريبيرد وليست هاذ ريبيرد سبعة وربعين لغيت لما لينا ترجع من المدرسة ادي تل رابط وقبل منه مستهبل اه اصدي مستقبل طب هاذي مستقبل يبقى انا عايز هنا يا مضارع بسيط يا مضارع تم يا مضارع مستمر ولكم مستقبل هاذ كم كانت هتبقى صحة بس لينا ما بتاخدش هاذ لينا مفرد تاخد هاذ هاذ كم ده ماضي تام ما هوش مضارع يبقى الاجابة نمرة بيه كمز مضارع بسيط بالسهولة دي تمانية واربعين انا لا اعرف متى سيبدأ الاجتماع ما هو ان رابط وهنا بيقولك انا لا اعرف ده مضارع بسيط الجملة دي جميلة وفيها تركة حلوة قوي مضارع بسيط يبقى انا مستني هنا اخد مستقبل غلط مش هتعرف تاخد مستقبل لانه بيقولك الاجتماع يبدأ مش الاجتماع ده مواعيد يا وحش اتصدق يا مستر ده الاجتماع ده مواعيد والمواعيد احنا قلنا بناخد لها مضارع بسيط اه يبقى انا هيا ما ينفعش اخد ويل بقى يبقى انا لازم ادور على المضارع البسيط علشان اشوف الاجتماع يبدأ طب الاجتماع مفرد ولا جمع لا الاجتماع مفرد بيحط للفعل اس يبقى الاجتماع متى يبدأ الاجتماع 49 بيقولك سلمة to leave the house as soon as she feeds her cat as she has a meeting سلمة نقط تغادر المنزل بمجرد ما تطعم القطة بتاعتها علشان عندها اجتماع ادي as soon as بمجرد ان جاي وراها feeds مضارع وعندها اجتماع يعني هتأكل القطة وتمشي حلوة قوي يبقى انا عايز هنا مستقبل جميل جدا فين الاجابة يا باشا الاجابة عند حضرتك دور على الحتة اللي فيها المستقبل يبقى will have got to leave يا مستر يعني ايه will have got مش have got ده يعني يملك لا انت عندك هنا to have to has to يعني سوف يجب أن have got to leave has got to leave زيها have got to has got to يعني يجب أن سلمة سوف يجب عليها أن تغادر المنزل بمجرد ما تأكل القطة علشان عندها اجتماع الجملة number 50 او الجملة رقم 50 نقطة before you come home وعلمة استفهام ادي بفور في النص قبلها come مضارع بسيط وعلمة استفهام يبقى انا عايز هنا مستقبل هو انت هتجيب عيش قبل ما تيجي البيت او قبل ما ترجع البيت did you buy ضماضي have you bought مضارع تاني have you bought دماضي تام الاجابة number D will you buy عرفت من ان انا اخد will انا عندي before وبعدها مضارع يبقى انا عايز هنا مستقبل هل ستشتري خبز قبل ان ترجع الى البيت 51 فيها بيقولك i not to the theater انا نقط الى المسرح till i meet my friends هنا بدل till بيقول until ما الاثنين واحد بجايب بعدها مضارع يبقى انا عايز هنا مستقبل منفي فين المستقبل المنفي الاجابة وان امريت سي want to go ما نش رايح المسرح حتى اقابل اصدقائي 52 once i not at the meeting بمجرد ما انا نقط الاجتماع i'll go to the club سأذهب الى النادي i will go مستقبل طيب يبقى انا عايز هنا بعد once بمجرد انا عايز مضارع the well finished and the finished and the had started ما لقيتش مضارع لقيت مضارع تام ما هو مضارع بسيط او مضارع تام او مضارع مستمر 53 بيقولك وين شي نقط هم عندما هي الى البيت she will start preparing lunch هتبدأ في تجهيز الغداء the when رابط عندما جاي هنا will start مستقبل يبقى انا عايز هنا مضارع ماشي have returned يا مستر ايوه بس شي ما بتاخدش have شي بتاخد هاز will return مستقبل have returned مضي تام يبقى الاجابة what returns عندما تعود الى البيت مضارع بسيط she will start preparing lunch هتبدأ فيه تجهيز الغداء 54 as you see the criminal بمجرد ما تشوف المجرم مؤقت the police at once الله نقط الشرطة في الحال برضو عليك يا مستر asun as جاي بعدها مضارع بسيط يبقى انا اخد هنا مستقبل وروح اخد will telephone طب غلط ايه ده ايه الهابل ده مستر فين مش انت اللي بتقول اه الكلام ده لو كان فيه هنا فاعل هو هنا فيه فاعل مفيش فاعل علشان احط له مستقبل فيه هنا النقط على طول يبقى كده هتحول هالو الى جملة امر او نهي بمجرد ما تشوف المجرم اتصل بالشرطة مش سوف تتصل مين اللي حيتصل ما انا ما عنديش هنا فاعل قبل النقط ما عندكش فاعل فانت مضطر تحولها الى جملة امر او جملة نهي وجملة الامر بتبدأ بالمصدر او جملة الناهي تبدأ بضمت زائد المصدر يبقى لاجابة هنا نمرتسية فاندم وليست نمرتدين اتصل بالشرطة اللحظة اللي انا كل حاجة بالحفلة . وهنا وهنا دي معناها في تلك اللحظة برضو رابط زي بقيت الروابط يبقى عايز هنا مضارع بسيط فين المضارع البسيط يا باشا دي ماضي مستمر ودي ماضي تام ودي مستقبل هنا ما فيش مضارع بسيط في مضارع تام ماهو صح احنا قلنا يا مضارع بسيط يا مضارع تام يا مضارع مستمر The moment I have prepared everything اللحظة اللي هكون جهزت فيها كل حاجة حتصل بك 56 بيقولك I promise I'll call you as soon as I know a more information أوعدك ان انا حتصل بك طب ما هادي as soon as I hope بمجرد أن وقادي ويل كل مستقبل يبقى انا عايز هنا مضارع بسيط او مضارع تام او مضارع مستمر طيب حلوة او انا I more information احصل على معلومات اكتر هاز هاد مضارع تام يا مستر ما هي I ما بتاخدش هاز I بتاخد هاف will have ده مستقبل هاد هاد ده ماضي تام الاجابة عند حضرتك نمر ايه I as soon as I have more information بمجرد ما يبقى عندي معلومات اكتر 57 بيقولك I'll go out انا سوف اخرج when I نقط my assignment طيب عم ادي وين جاي في النص واحنا عارفين انه وين رابط من الروابط المقرفة و ادي ويل لهو مستقبل يبقى انا عايز هنا مبارع حلو و عندك هنا I my assignment يعني الواجب بتاعي finish ده ده ماضي بسيط و الفنش مستقبل و هاف finish ده ده مستقبل تام يبقى الاجابة نمرد بي هاف finish ده مضارع تام 58 when the movie نقط I will go to bed لما الفيلم يخلص انا هاخش انام ادي وين عندما برضو رابط وجاي هنا مستقبل ويل يبقى انا عايز هنا مضارع بسيط او مضارع تام او مضارع مستمر had ended ماضي بسيط ماضي تام end مضارع بسيط و ال end ده مستقبل حلو فاضي لي اتنين يا مستر have finished do ends معلش هو الفيلم ده مفرد ولا جمع لا مفرد ياخد have ولا هاز ياخد هاز يبقى دي غلط يبقى لجابة نمرد سي ends 59 when I return home عندما اعود الى البيت I nقط studying because I have a headache انا نقط مذاكرة لاني عندي صداع استنى بقى والله انا لما ارجع البيت المفروض ان انا هبدأ مذاكرة ايوه بس هو بيقول لك انا عندي صداع معلش اذا كان احنا من غير صداع بيبقى مناش مزاج نزاكر ما بنزاكرش لما يبقى عندنا صداع هنزاكر يبقى كده حينفي لما ارجع البيت مش مذاكر صح يبقى وال start غلط ودي return مضارع بسيط يبقى انا عايز هنا مستقبل التلاتة دول كلهم مستقبل not going to start بس going to عايز ام و از و ار مفيش ام و از و ار haven't started ده مضارع تام يبقى لاجابة نمرد ايه مش هبدأ مذاكرة لاني عنده صداع صفحة نفس الصفحة الجملة رقم 60 not for help when you are in trouble هل ستطلب المساعدة لو انت في مشاكل ادي وين اهيه عندما وار مضارع بسيط يبقى انا عايز هنا مستقبل did you ask دي ماضي are you asked دي مضارع بسيط مبني للمجهول have you asked دي مضارع تام الاجابة نمرد دي will you ask هل ستطلب المساعدة لو انت في مشكلة 61 بيقول لك i will start writing the report once انا سأبدأ في كتابة التقرير بمجرد اهي وانت دي زي اس ونقاز رابط will start مستقبل يبقى انا عايز هنا يا مضارع بسيط يا مضارع تام يا مضارع مستمر بمجرد ما نقط البحث have done ده ماضي تام was doing ماضي مستمر have done مضارع تام will do مستقبل i بتاخد have يبقى نمرد دي صح i have done مضارع تام 62 بيقول لك when we have done the experiment عندما نعمل التجربة طب ادي when رابط جاي في الاول وجاي بعد منه مضارع تام يبقى انا عايز هنا مستقبل when we have done the experiment لما نعمل التجربة when we have done the experiment هنتناقش فيها مع مدرس العلوم 63 بيقول لك do you think that artificial intelligence هل تعتقد ان الزكاء الاصطناعي نقط doctors and nurses هيحل محل الدكاترة والممرضات ما هو طالما think انت عارف ان كلمة think دي من الكلمات الدل على will زائد المصدر المستقبل البسيط حلو يبقى جوينجتوه غلط واصلا مفيش هنا am ولا is ولا r وعندك هادر بلست ده ماضي تام فضلي بقى will be replaced ولا will replace الاثنين صحة بس دي مبني للمعلوم ودي مبني للمجهول فلازم اخلي بالي من الترجمة هل تعتقد ان الزكاء الاصطناعي هيستبدل دكاترة وممرضات ولا هيحل محل او هيستبدل الدكاترة والممرضات يبقى هنا لازم تبقى مبنية للمعلوم يبقى الاجابة نمرت see will replace 64 بيقول لك I think it's not hot tomorrow اعتقد ان الجو حر بكرة ده هنا مفيش دليل انت منتاش متأكد من كلامك وكمان عندك كلمة sink يبقى اللعبة دي لعبة will be سوف يكون لان ده تنبؤ بدون دليل 65 بيقول لك my little grand child حفيدي الصغير 3 3 سنوات next year next Friday الجمعة الجاية دي حقيقة مستقبلية والحقيقة المستقبلية لعبة will زائد المصدر يبقى will be 66 I hope the exam difficult اتمنى ان الامتحان ما يكونش صعب حلوة قوي كلمة hope من كلمات will زائد المصدر يبقى ديت من كلمات المستقبل البسيط وانا عايزا فيها اأمل ان الامتحان ما يكونش صعب يبقى الاجابة نمرت a ومت بي يبقى كده انت خلصت معك 3 وحدات لكن عايزين بقى الراجل جايب مجمع يعني جايب مجمع جايب جمل حوالي كده يا سيدي بتاع 20 جملة مجمعين على 3 وحدات على بعض تعالك جملة رقم 67 بيقولك شي نقط as a secretary for 10 years only لمدة 10 سنين فقط no she is a sales manager دلوقتي مديرة مبيعات اللهم صلى على النبي طب استنى بقى انا عارف ان كلمة 14 years لمدة 10 سنوات تدل عن مضارع التام اه بس هي دلوقتي خلصت الشغلانة بعد ما كانت سيكرتيرا بقت مديرة مبيعات يبقى هنا لازم يبقى ماضي بسيط يبقى الاجابة نمرت بي واركبت تمام كده هات 68 as and as she returned home بمجرد ما رجعت البيت she realized that ادركت ان رجعت البيت في الماضي البسيط وادركت في الماضي البسيط You don't need to live بزمتك لما الواحد فينا يدرك حاجة او يعرف حاجة او يفتكر حاجة مش الحاجة اللى افتكرها وادركها ديلة لازم تكون حصلت قبل ما يفتكرها او طبعا يبقى لازم هنا يبقى ماضي تام بمجرد ما رجعت البيت افتكرت او ادركت ان هي ثابت الساعة بتاعتها في المكتب يبقى لازم تبقى ماضي تام بل إجابة المرد دي هاد ليفت 69 I went to the company ذهبت إلى الشركة and the sales manager ونقط مدير المبيعات اصحه ووعاتت لخبط لحسن هنا فيه تركة جمدة تلامزة يعني بيبقوا غلادة ومركزين في حاجة تانية خالص ويروحها للغلط ليه يا مستر ايه الحل؟ يعني انت عايز تقول ايه؟ عايز اقولك ان and ده حرف عطف and and within الثلاث كلمات دي حروف عطف في الانجليزي طب ويعني يا عم ايه المشكلة؟ حرف عطف خلاص عرفنا؟ لا طالما انت معاك حرف عطف تبص على زمن الجملة اللي قبل منها وتشوفه والزمن بعد حرف العطف يبقى زي اللي قبل منه اصلي فيه تلامزة هيقولك I went to the company ذهبت إلى الشركة ماضي بسيط يبقى انا هاخد ماضي تام طب غلط ليه بقى؟ لان انت معاك and هنا حرف عطف وحرف العطف طالما عندي هنا ماضي بسيط يبقى هاعطف عليه ماضي بسيط زيه ويبقى مت الاجابة نمرت ايه؟ ركز في حروف العطف مين هم حروف العطف and or within سبعين بيقولك I haven't seen مستر احمد انا ما شفتش الاستاذ احمد the last time ايوة اخر مرة we met at the club تقابلنا في النادي ما الهدية مستر؟ لا معلش احنا واحنا بنتكلم في المضارع التام قلنا بقول since last for the last فالتلامزة عارفة كده وحفظاه فشافت هنا the last فهيقول لي for الاجابة هنا غلط لان لو قال the last time المرة الاخيرة يبقى تقول قبلها since مع ان معاك the last هنا هتقول since the last time يبقى الاجابة هنا نمرت علشان هنا دي the last time مش the last زائد فترة زمنية ده دي the last time المرة الاخيرة 71 بيقولك I know for 30 minutes انا نقط لمدة 30 دقيقة When my friend Richard the company عندما صديقي وصل الشركة ادي وين عندما وصديقي وصل الشركة في الماضي البسيط يبقى انا عايز هنا Have waited مضارع تام ما بيجيش مع الماضي البسيط Had waited برضو هنشوف دلوقتي Have been waiting مضارع تام مستمر غلط فضلي دي بقى Had waited ولا had been waiting هو فعلي ينتظر wait من الافعال طويلة المدة ولا قصيرة المدة لا ينتظر طويل المد وانا قعدت مستنيه هنا قد ايه ده نص ساعة بحالها استاذ يبقى هاخد هنا ماضي تام مستمر يبقى had been waiting هي الاجابة ان شاء الله رب العالمين منه سبعين بيقولك شي نقط 3 وانا قلتلك طالما ذكر عدد المفعول ما تاخدش المستمر هي نقط 3 دروس او 3 حصص before she went to bed قبل ما تدخل تنام ادي بفورة ايه قبلة وجاي بعد منها ماضي بسيط يبقى انا عايز هنا ماضي تام او ماضي تام مستمر يبقى has been revising غلط has been revising غلط فضل نمرد بي ونمرد دي التلت حصص او التلت دروس دول هي اذاكر كده عدد المفعول ولا لا اذاكر يبقى ما ينفعش اخد ماضي تام مستمر اخد ماضي تام بس الاجابة بيه 73 i know of the house until the doctor had come and examined my friend's father انا نقط البيت حتى جاء الطبيب وكشف على ابو صاحبي ادي انتل اهي قدامك رابط وجاي بعد منها ماضي تام يبقى انا عايز هنا ماضي بسيط في الغالب يبقى منفي haven't left دوت مضارع تام haven't left ده ماضي تام wasn't leaving ده ماضي مستمر ما عندك شغل الاجابة نمرتسي didn't leave ممشتش إلا لما الدكتور ايجا وكشف على ابو صديقي 74 i think reading a novel اعتقد ان قراءة رواية is not more interesting than watching a movie شيق اكثر من الفرج على فيلم مالها دي يا مستر لا معلش مش انت عند حضرتك هنا مور انترستنج دي صفة مقارنة اه يا مستر تصدق مقارنة بحط بعض الكلمات قبل صفة المقارنة علشان ازودها وقللها قلط اف غلط كانت تبقى قلط طيب واز مش منهم ومني برضو مش منهم الاجابة نمرت بي much more interesting اعتقد ان قراءة الرواية شيق اكتر بكتير من مشاهدة الفيلم يبقى الاجابة عند حضرتك نمرت بي هتلينك جملة رقم 75 بيقولك فيها هل اجا لك رد على الشكوى بتاعتك قلل ويس اي نقط ات هنا الراجل سأله في المضارع التام لانه مش عارف اصلا اذا جاله شكوى ولا مجالوش انت اجالك رد على الشكوى بتاعتك قاله اه طالما رد وقال له فيها يستر دي يبقى لازم الاجابة تبقى مضي بسيط مش علشان السؤال مضارع تام تجاوبه مضارع تام طالما قال يستر دي امس هنا يبقى هاجبها له مضي بسيط لان يستر دي من الكلمات الدل على الماضي البسيط يبقى الاجابة عندك نمرت ايه اي ريسيف ده هاتلي الجملة رقم ستة وسبعين بيقولك فيها وين اي نقط the news i will tell you عندما انا نقط الاخبر ساخبرك هنا جاب مستقبل يبقى انا عايز هنا بعض الرابط يا مضارع بسيط يا مضارع تام يا مضارع مستمر يبقى انا فين هنا الاجابة وين جت ده مستقبل هات جت ده ماضي تام وين جت ماضي مستمر يبقى الاجابة نمرت دي هاف جوت سبعة وسبعين بيقوله دنطوري لا تقلق اي نقط until you feel better والله يا راجل انا مش ماشي الا لما تشعر بتحسن until رابط اهو واد مضارع يبقى انا عايز هنا مستقبل وطالما قبل until يبقى يكون منفي في الغالب ما تقلقشي انا مش ماشي الا لما انت تشعر بتحسن يبقى الاجابة نمرت بي مستقبل بسيط منفي هنا جايبه مسبت غلط 78 بمجرد ما تأكد the car is ready ان العربية جاهزة for the journey للرحلة i will contact you ادي مستقبل وهنا جايب رابط اللي هو once طب ده رابط وده مستقبل يبقى انا عايز هنا يا مضارع بسيط يا مضارع تام يا مضارع مستمر بمجرد ما تأكد ان العربية جاهزة للرحلة انا هتصل بك كفين المضارع عندك have made تنفع have made ده ماضي تام was making ده مستمر will make ده مستقبل يبقى اجابتك نمرة a have made 79 I can't meet you since I know of my lessons قول دي حلوة قوي 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 دي since هنا مش معناها منذ since هنا معناها because لأن ودي تفرق طبعا تفرق I can't meet you انا مقدرش اقابلك لاني نقط دروسي طول النهار هنا بيتكلم في الحجة بيقول حجة معلش انا مش هقدر اشوفك النهاردة اصلا هكون بذاكر دروسي ايه هي الازمنة المستخدمة في الحجج الزمنين اللي مستخدمين في الحجج مضارع مستمر والزمن التاني مستقبل مستمر مين فيهم موجود هنا الاجابة نمرة c will be revising مستقبل مستمر معلش مش هعرف اشوفك او قبلك لان انا هكون براجع للدروس بتاعتي طول النهار جملة رقم 80 did you finish reading the novel i not you هل انهيت قراءة الرواية اللي انا سلفتها لك حلوة قوي هنا المفروض ان انا سلفتك الرواية والمفروض ان انت did you finish ده ماضي بسيط انا باسألك بقى انت خلصت قراءة الرواية اللي انا سلفتها لك طب ما هالمفروض طالما انت خلصت قراءة الرواية في الماضي يبقى انا سلفتها لك في الماضي التاني ما انا مش هينفع اسألك ان انت خلصت الرواية الا لما كون سلفتها لك قبل ما اسألك ويبقى الاجابة هنا لازم تبقى ماضي تام يبقى الاجابة لانت هل انهيت قراءة الرواية الا انا سلفتها لك في الماضي التام عشان كده انا باسألك فين باسألك في الماضي البسيط تمام كده تعال على رقم واحد وتمانين يقولك من اللطيف ان القطط بتنظف المفروض ان القطط تنظف نفسها القطط دي غير عاقل يا مستر يبقى هاخد اتسيلف وهقولك غلط على طول لان اتسيلف دي نفسه او نفسها لغير العاقل لما يبقى مفرد انما مفروض ان القطط تنظف انفسها جمع يبقى الاجابة تبقى الاجابة نمر دي منو تمانين بيقولك مين هو النقط في الولدين طالما الولدين انت عندك صيغة الصفة البتاعة الصفة المختلطة اللي هي بتجمع بين صيغة التفضيل العليا والمقارنة ان انا احط ذا وبعد منها مقارنة لما يقولي اوف ذا تو في الاتنين طالما قال اوف ذا تو في الاتنين هتاخد ذا مع المقارنة وطالما قال ذا هنا فالتلامز يعني عايزة تاخد طولست اقوله هنا غلط يا باشا لان الرجل ذاكر لك بعدها بيقولك ان هم ولدين اتنين يبقى تاخدها في الحالة دي نمرت بي ذا تو لار 83 بينما امي نقط الغدى بتاعنا كنت بعمل واجبي انا كنت بعمل واجبي في الماضي المستمر وامي كانت بتجهز الغدى هي كمان في الماضي المستمر لان امي في حالها مستمرة بتجهز الغدى وانا بعمل الواجب او عشان كده بيقولك عشان كده ما عرفتش ان انا ايه اساعدها ما عرفتش تساعدها لان انت كنت مشغول في الواجب بتاعك وهي مشغولة هي كمان بتجهز الغدى يبقى دا كده ايه تزامن ماضي مستمر مع ماضي مستمر واحد بيجهز الغدى والتاني قاعد بيعمل الواجب يبقى الإجابة نمرت دي ووز ميكينج هاتي الجملة رقم اربعة وتمانين بيقولك ايوز اكزوستيد انا كنت منهك بيكوز اي نقط اول دي لونج عندك هنا حاجتين عندك ارهاق شديد او اثر شديد والاصر الشديد ده في الماضي ثانيا عندك كلمة اول دي طوال النهار وعندك حاجة تلتة الفعل وارك من الافعال طويلة المدة طب يا مستر بقى هاخد بقى هاف بين واركينج مين قالك ان انت هتاخد مضارع تم ولا مضارع تم مستمر انت عندك ووز هنا ماضي وانا باختار مع الماضي الماضي التام او الماضي التام المستمر تبقى الإجابة هنا تبقى نمرت بي هاد بين واركينج خمسة وتمانين بيقولك ما عارفش يدخل الاجتماع الافتراضي على الانترنت لان هو مر بوقت عصيب وهو بيتوصل بالانترنت مش عارف يوصل مش عارف يخش طيب ايه اللي خلا يا فندم ما يقدرش يدخل في الماضي كود انت لم يستطع ماضي بسيط يبقى كان فيه حاجة مخلياء مش عارف يدخل يبقى الإجابة نمرت دي ووز هافنج ماضي مستمر كان قاعد عمال يوصل يخش الانترنت مش عادي يبقى كان فيه حدث مستمر ان هو قاعد فترة عمال يتصل يحاول يتصل بالانترنت ومعرفش فده اللي خلا ما يدخلش يبقى الإجابة ماضي مستمر ستة وتمانين باي نيكست اكتوبر حلوة قوي باي نيكست اكتوبر بحلول اكتوبر القادم كلمة باي بحلول باي دي معاك هنا مستقبل اللي هو نيكست اكتوبر اكتوبر القادم يبقى انا عايز هنا مستقبل تام على طول كده فين المستقبل التام الإجابة نمرت ايه will have join ده هيكون التحق طب يا مستر لو غير باي دي وخلها ان لو خلها ان ساعتها كانت هتبقى will join الإجابة نمرت سين يبقى الإجابة هنا تخلي بالك ان الرجل هنا بيقول قبيلة او بحلول هاخده مستقبل تام لو قال ان بدل باي بقى هاخد مستقبل بسيط جملة رقم سبعة وتمانين بيقولك فيها I missed the start of the movie فاتتني بداية الفيلم الفيلم البداية بتاعته فاتتني this means that ده معنى ان ايه يا معلم اتصدق بقى استنى يا مستر بالراحة كده بداية الفيلم فاتتني معناها ان انا وصلت السينما في الماضي البسيط لقيت ان الفيلم بدأ في الماضي التام يلا بقى ادور لي عليه وهو انا فاتتني بداية الفيلم يعني ملحقتش الفيلم من اوله معناها اني لما وصلت في الماضي لقيت الفيلم بدأ في الماضي التام يبقى انت وصلت فين في زمن الماضي البسيط لقيت الفيلم بدأ قبل ما انت توصل يبقى لازم تبقى ماضي تام يبقى الايجابة ايه يا معلم الايجابة هتبقى الايجابة نمرة ايه سينما مضارع بسيط ده فيلم والستارت حيبدأ الكلام ده كل مستقبل وانت اصلا بتتكلم في الماضي بتقول بداية الفيلم فاتني نمرة دي ده فيلم وانت ستارت الفيلم مهوش بادئ الا لما وصل انا السينما الاول ليه هو حضرتك مين هو الفيلم حيستنك طبعا ده برضو مستقبل يبقى الايجابة تبقى عند حضرتك الايجابة نمرة ايه كده اكون ضبط معاك ربع المنهج في التلات وحدات الاولانين وجايلك ان شاء الله ببقيت القواعد اللي عندنا كلها على اليوم التاني وامتابع مع حضرتك ان شاء الله لغاية ليلة الامتحان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته